بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا القسم الثالث ومهمية التوحيد الآن نتقل في القسم الرابع وهو شوح الأصول الثلاثة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعم، ما هي الأصول الثلاثة قلنا؟ هذا الالجام لا يقعرنا في القسم الرابع هي؟ أسئلة القرد سؤال الأول او ربن كم؟ أين سألك سؤال الآن في الدنيا؟ ما ربك؟ بما لا تجيب؟ او ربك كم؟ تقول ربي الله الذي رباني ما معنى رباني؟ أي من الولدى خلق ورزق خلق الخلب نعم 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 هذه التربية يكون بها البلد الخلب والرزق يعني هذا التربية الفجوم يعني یہاً يمتلك الفجوم وكانه يعطي يعني يعطي وشهر رزق هناك تربية أعلى من هذه التربية لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام وأنزل الكتب هذه تربية لكن هذا لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب والمنفرد بتوحيد أروبيه وهو الخالق وهو الراجع لابد أن يعبد. لا يعبد غيره. كذلك الآن إذا قيل لك بمعرفة الله ما هي الأدلة على وجوده الله. إذا قل لك بمعرفة الله تعالى. و لا يوجد أحد من الخلق إلا ويعرف أنه مخلوق عبد. إذا قل لك بمعرفة الله تعالى. 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 هذا هو الكفر الأكبر. لا هذا ليس لي أنا. هذا الكبر العلماء للقضاء الشرعي. نعم الآن نريد أن نتعلم الحكم على الأفعال. أما الحكم على الأشخاص. الحكم على الفاع. هذا نفجع فيه الأكبر العلماء. كفروا كفرنا. توقف وتوقفنا. نعم. 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 مع بعض الحكم على الأشخاص.